مرحبا بكم أعزائنا متابعي قناة المربع نت لأخبار السيارات من جديد قامت السلطات المحلية في ألمانيا بمدهمة المكاتب الألمانية الرئيسية لكل من بي أم دابليو فولوكس فاجن دايملر ومجموعة زي أف صانعة أجزاء سيارات وذلك بسبب شكوك في ممارسات شرائهم للصلب ووفقا للتقارير تم مدهمة مكاتب الشركات المذكورة أعلى في نهاية يونيو الماضي بعد أن صدر أمر للتحقيق من قبل الجهة الألمانية المنظمة لمكافحة الاحتكار لتحديد ما إذا كانت إحدى الشركات تتحايل على القانون لخفض أسعار الصلب التي تقوم بشرائه وكما هو الحال في مثل هذه التحقيقات فإن التفاصيل ما زالت مجهولة بالنسبة إلينا ومع ذلك فإن التحقيقات قد تستغرق من عدة أشهر لعدة سنوات لتنتهي تماما وإن صح وكانت الشركات المذكورة متورطة حقا في خرق ذلك القانون فإنها ستتكلف حوالي 10% من مكاسبها السنوية كغرامة وفي البدء رفضت لجنة التحقيق الإفصاح عن أسماء الشركات المتورطة في الأمر إلا أن خمس شركات أعلنت عن نفسها في حين ظلت الشركة السادسة في طي المجهول وتظل الشركات الموجهة إليها التهمة صامتة أثناء التحقيقات بدون أي تصريحات عن الأمر حتى الآن ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ومتابعة الفيديوهات السابقة